ترأس سمو اللواء الركناش الشيخ ناصر بن حمد الخليثة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019 صباح اليوم ترأس الاجتماع التنظيمي للجنة العليا لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بايدك 2019 والذي ستحتضنه مملكة البحرين في نسخته الثانية خلال الفترة من الثامن والعشرين إلى الثلاثين من أكتوبر 2019 برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليثة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وفي بداية الاجتماع أكد سمو اللواء الركناش الشيخ ناصر بن حمد الخليثة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع على أهمية احتضان مملكة البحرين لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع في نسخته الثانية ليكون ملتقا لكبرى الشركات العالمية تحت سقف واحد في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات فيها العديد من الاعتبارات لعل أبرزها الرعاية الملكية السامية لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع التي هي أساس النجاح الأمر الذي سيشكل دافعا قويا للجان العاملة من أجل إبرازه بحلة زاهية وأشهد سموه بالجهود الكبيرة والتسهيلات المقدمة من جانب كافة الجهات المعنية والمسؤولين والمنظمين وفي مقدمتها قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة شؤون الإعلام وهيئة البحرين للسياحة والمعارض ومركز البحرين لدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات والعديد من الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى من أجل إنجاح هذا الحدث العالمي الكبير والذي يعد بمثابة منصة ثابتة لعرض مختلف المعدات في المجال الدفاعي البري والجوي والبحري والذي يقام للمرة الثانية على أرض المملكة وثم نسموه فكرة عقد مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط مصاحبا للمعرض وذلك إدراكا لأهمية نقل وتوطين التكنولوجيا العسكرية ودورها الفاعل في جعل المؤسسات العسكرية الوطنية تواكب أحدث التكنولوجيات الدفاعية المتبعة في الدول المتقدمة فضلا عن دور التكنولوجيا العسكرية في دعم العمليات العسكرية ومستقبلها في هذا الشأن الحيوي موضحا سموه أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لإخراج هذا الحدث بالصورة التي تعبر عن المظهر الحضاري المشرق لمملكة البحرين وقدرة أجهزتها وكفاءة كوادرها الوطنية على تنظيمه واستضافة مثل هذه الفعاليات المهمة التي تعد محدودة نسبيا بالنظر إلى عدد الدول التي بمقدورها استقطاب مثل هذه المؤتمرات والمعارض العسكرية والأمنية المتخصصة حيث من المعروف أن معارض الدفاع المتخصصة لا تنظم سوى في عدة دول على مستوى العالم أجمع ولا تتوفر إلا في دولتين بمنطقة الخليج العربي إحداها مملكة البحرين ومن جانبه عرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات عن امتنانه واعتزازه بدعم سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019 مؤكدنا أن توجيهات سموه ومتابعته الحثيثة تمثل القوة الدافعة لنجاح هذا الحدث الكبير في نسخته الثانية وتحقيق الأهداف المأمولة مشيرا سعادته بأن هذا الحدث الذي تستضيفه المملكة للمرة الثانية يحظى باهتمام كبير من جانب المهتمين والمعنيين ليس فقط باعتباره ملتقا للعارضين وعقد الصفقات وجذب واستقطاب آلاف الزوار وإنما سيمثل منصة عالمية لتبادل الآراء والخبرات والتشاور حول المسجدات الأمنية والعسكرية من خلال تسخير الأفكار لتطوير التكنولوجيا العسكرية على ضوء رؤى أحدث الاستراتيجيات البناءة وتطويعها للتعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة وبما يصب في تحقيق التكامل بين التقنيات الدفاعية الحديثة والفكر الاستراتيجي المتقدم ترجمة نانسي قنقر